اشتركوا في القناة 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 رسمية له ايضا لعبنا طريقة اربعة ثلاثة ثلاثة وصلت ميدان استرجاعي هاريس بالقبلة بجنبه صوفيان فيغولي والاعب الاخر فاريد بولايا في التنشيط الهجومي او في ثلاثي الهجومي وجدنا رشيد غزال ايضا اسلام سليماني راس حربا وزيد دين فرحات ايضا في التنشيط الهجوم اذا هذه تقريبا البداية اللي بدنا بها مقابلات المريطانية بعدها بعد تسجيل هدف صوفيان فيغولي وشرط الثاني تسجيل التمرير الحاسمة من اسلام سليماني صوفيان فيغولي رأينا بعض التغييرات دخول بلجح دخول بلايلي دخول بلرحمة يعني تغييرات تعديدا قام بها الناخب الوطني في المقابلة الثانية المقابلة للقوية لصحة قوم ومقابلة من اروع ما يكون خاصة من ناحية ندية كأنها مقابلة رسمية واحسن بروفا واحسن اختبار لمنتخب بوركينا فاسو مالي مالي القوي خاصة في وسط الميدان آليو ديونغ وجماعة وهو جماعة ايضا بعض اللاعبين تاع لايبزيك اذا منتخب قوي محترم اذا بعدها البدل لطريقة نوعا ما رجوع الكوادر ورجوع اللاعبين الاساسيين ماندي بالعمري شاهدنا دخول زفان المعروف بالنزعة الدفاعية ايضا بن سبعيني الحارس ايضا ومبولحي ايضا في وسط الميدان هنا لاشكالية نوعا ما وسط الميدان لأول مرة يلعب ثلاثي هذا مع بعضه وقديورا مسترجع زروقي مسترجع واللاعب اللي كان خارج الاطار وهو بوداوي اللي كان وتوضيف انت اعبال المفروض انه يلعب كصنع العام في مكان في غولي لكنه ما عرفش ما يقدم هذا الدور كان خارج الاطار يسترجع كأصبح يعني كمسترجع يعني كأننا نلعبنا بتلاثة مسترجعين بدون صانع العام وابتعاد المسافة من وسط الميدان للمهاجمين خاصة محرز وبليلي وبنجح اذا وكثير من الاخطاء كما تكلمنا دائما النوب وداوي يمين لجهة محرز يقلق نوعا ما محرز وبالتالي المحرز يرتكب العديد بين الاخطاء والهفوات واعطاء الكورات للخصم المقابلة هذه عرفت بعدها انت عاشها للمتخبطين في شوء ثاني بخروج بوداوي ودخول سليماني وتغيير طريقة لعب وتغيير وتغيير طريقة لعب من 4-3-3 الى 4-4-2 كات كات دو بدخول سليماني اصبح نلعب بمهاجمين ومن وراهم لعبنا ب محرز وبليلي لمساعدة بونجاح وسليماني بالاضافة الى اللاعب واحد مسترجع اما سواء اما قد يورا او زروقي بالتناوب وواحد يصعد واحد كوفيرتور يعني دل كوفيرتور اللي صاحبه يدير التغطية لزميله من بعدها فوزنا صحيح فوزنا لمقابلة قلتوا العود مقابلة قوية وندية بامتياز مقابلة باحسن بروفا المنتخب الوطني لمواجهة بوركي نفاص من بعدها المقابلة رأينا ايضا تغييرات رجوع عطال مكان زفان ونفس يعني نفس الكوادر عودة في غولي ورجوع هاريس بالقبلة كايضا مسترجع مع عودة هاريس بالقبلة كمسترجع مع رامز زروقي للعب كمسترجعين اربعة اثنين ثلاثة واحد وليس اربعة ثلاثة ثلاثة لماذا لانه بالنسب تكتيكي للعب بجمال بالماضي العب بزروقي وهاريس بالقبلة مسترجعين وفي الشق الهجومي كرقم عشرة لامتداد للثنائي محرز وبليلي هو مساعد لهم هو صوفيان في غولي يعني كأنها اربعة اثنين ثلاثة واحد اربعة اثنين ثلاثة واحد هذه الخطة اللي لعبنا بها ضد المنافس التونسي وضغطنا عليه في المناطق مما اجبرنا اجبر المنتخب التونسي للرجوع والوارا اللي كما نشوفه في اللقطة هذه الصورة واضحة وجالية للضغط هذا يبان انه المنتخب التونسي رجع لي حتى الى داخل 6 امطار مدافعين واللاعبين رجعوا الى مناطق متأخرة من منطقتهم يعني كأننا بنصح القول اسكننا في مناطق المنتخب التونسي وفرضنا عليه الضغط المنتخب التونسي يضيع في الكورات لما ضغطنا عليه ماقدرش يخرج الكورة من منطقة تاعه وبالتالي يخرج الكورة للتماس ويرميها بعيد ايضا في المقابلة هذه شاهدت كما قلنا اللق زروقي ايضا شاهدت هذه المقابلة انه في غولي كان القلب النابض المنتخب الوطني يصعد وينزل يصعد وينزل هاريس بالقبلة ايضا اللي دار مقابلة ولا اروع خاصة في استرجاع الكورة والبناء الشيء المراحض انه في المنتخب الوطني في المقابلة هذه غياب قدورة واللاعب الاخر ايضا بوداوي انهم نستخرصوا الكورة وما نعرفوش نبنيو لكن المعاذ الثنائي هذا زروقي واللاعب الاخر هاريس بالقبلة انهم يسترجع الكورة ويستخلصوها وبناء هذا الشيء اللي ساعد المنتخب الوطني في الضغط على منطقة الخصم وبالتالي ارباكو والمنتخب التوسي قلتها ونعودها ابقائي ضيع في الكورات خصم في المنطقة تاعه من بعد هالشهر الثاني عرفنا كيفاش نسيره المقابلة ما حبيناش نزده نكمله في الضغط في حالة الدفاع وكنا لعبنا بطريقة منظمة في الدفاع واعتمدنا على الهجومات المضادة لو لا يعني صراحة كان شوية تحكيم خارج الايطار حقيقة يعني كانت العديد من الهاجمات اللي كسرها وهاجمات كورات صحيحة كسرها الحكم المصري اللي كان انا برسبالي خصف الشوثاني خارج الايطار وكان خار يعني كأنه يعني حط المنتخب الوطني في راسه لكن ما يهمناش أدينا ثلاث مقابلات ولا أروع خاصة بتشكيلات مختلفة مش من تفاهمو بتشكيلات مختلفة خاصة المقابلة الثالثة عطينا فيها الدرس لكل الخصوم أن المنتخب الوطني الجزائري قادم وقادم بقوة خاصة تصفيات كأس العالم إذن بالتوفيق للمنتخب الوطني في قادم الاستحقاقات والاستحقاق الاساسي وهو تصفيات كأس العالم والتأهل إلى مونديا القطر في الأخير متقنا مع عمز من الفيديوهات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته